اشتركوا في القناة ستستمر ويانا لعدة أيام والهوى خفيف إلى معتدل السرعة بوجه نعام حتى نهاية اليوم لكن المتوقع يوم الغد أن يكون هناك نشاط ملحوظ في سرعة الرياح سرعة الرياح حاليا 10 كيلومتر في الساعة ليس ساعة 12 الرياح ستستمر خفيفة إلى معتدلها كحد أقصى في سرعتها 35 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 27 إلى 36 درجة مئوية 27 في السالمي المناطق الغربية المزارع بعض المناطق الجنوبية الشاليهات الجو فيها شوي يميل إلى الاعتدال قليلا لكن لا تزال الأجواء حارة مع ساعات المساء الأولى وشديدة الحرارة خلال فترة النهار درجات الحرارة للساعة 12 في مدينة الكويت 36 درجة مئوية ومثلها في جزرنا الجنوبية كبرو قارو أم المرادم 36 و 31 أيضا درجة مئوية في فيلتش للساعة 12 تستمر ويانا الأجواء المعتدلة نسبيا في وربو بوبيان جزرنا الشمالية 26 درجة مئوية العبدال 32 و 33 في الوفرة بإذن الله منتصف نهار يوم الغد الهوى الشمال الغربي مستمر ويكون نشط على فترات من 12 إلى 45 كم في الساعة فرص لغبار مثار خفيف على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة ودرجات الحرارة تتراوح بوجه عام ما بين الـ 40 إلى الـ 46 درجة مئوية في أغلب المناطق مدينة الكويت اليوم سجلت 48 درجة مئوية متوقع أن تصل أيضا إلى 48 درجة مئوية 45 في مطار الكويت و 42 في السالمي مع نشاط الهوى الشمال الغربي سيكون في غبار مثار وعالق وهذا الأمر سيساهم في تراجع درجات الحرارة خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة درجات الحرارة في السواحل الجنوبية والجزر تتراوح ما بين الـ 40 إلى الـ 41 درجة مئوية في النواصيب والخيران جزرنا الجنوبية كبر وقراء أم المرادم 38 درجة مئوية فيلتشة 34 درجة مئوية و 45 في جزرنا الشمالية واربا وبوبيان الأجواء لا تزال حارة ودرجات الحرارة فوق الـ 45 وما رح تتراجع عن الـ 45 درجة مئوية وما رح تتراجع عن الـ 40 درجة مئوية إلا مع نهاية هذا الشهر البحر خفيفي لمعتدل الموج يعلو أحيانا خلال فترة النهار لأن سرعة الرياح تصل 45 بعد تراجع سرعة الرياح من منتصف نهار يوم الغد الهواء رح يكون خفيفة لمعتدل من 10 إلى 35 رح تتراجع الأمواج وتكون خفيفة لمعتدلة من 1 إلى 4 قدم الفترة هذه من فترات الحمل فاللي بينزل البحر بذن الله الأجواء رح تكون مناسبة من بعد منتصف نهار يوم الغد المد الأول الساعة 31 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 1 و 39 دقيقة منظر والجزر الأول الساعة 7 و 55 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 7 و 44 دقيقة مساءا المواقيت بذن الله أذان الفير الساعة 4 و 7 دقائق والشروق الساعة 5 و 28 والمغرب الساعة 6 و 5 دقائق أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة الهواء الشمال الغربي رح يستمر ويانه لعدة أيام وتتراجع سرعته بشكل ملحوظ في يوم الأحد والهواء رح يكون متقلب الاتجاه وفيه إحساس بالرطوبة رح يكون ملحوظ على المناطق الساحلية أما درجات الحرارة خلال النهار فتتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق خلال المساء لا تزال درجات الحرارة حول الثلاثين والثلاث وثلاثين درجة مئوية أو تتراوح ما بين الثلاث وثلاثين والخمس وثلاثين درجة مئوية في أغلب المناطق أجواء مشمسة يوم الجمعة بذن الله 45 العظمى والصغرى الثلاث وثلاثين هواء الشمالي غربي نشط على فترات خلال النهار تتراجع سرعته خلال المساء من 12 إلى 45 بالنهار وخلال المساء يكون من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة 45 أيضا في يوم السبت والصغرى 34 درجة مئوية والهواء خفيفة لمعتدل السرعة لإحساس بالحرارة سيكون ملحوظ مع تراجع سرعة الرياح فرص للرطوبة الخفيفة على بعض المناطق الساحلية في يوم السبت بسبب طبعا نسيم البر ونسيم البحر خلال هذه الفترة خلال المساء والرياح ستكون خفيفة إلى معتدل اللي بينزل البحر الجو مناسب في يوم السبت من 8 إلى 28 وأيضا مناسب البحر في يوم لحد من 6 إلى 22 الهواء سيكون خفيفة في السرعة متقلب الاتجاه 46 العظمى والصغرى 35 و46 في يوم لأثنين والصغرى 35 والهواء خفيفة لمعتدل من 8 إلى 30 في يوم لأثنين وأيضا من 10 إلى 30 في يوم الثلاثة والعظمى 46 والصغرى 34 درجة مئوية أعزائي المشاهدين هوا الشمال الغربي سيستمر ويانا لعدة أيام نشاط خلال فترة الظهيرة بعد ذلك تتراجع سرعة الرياح أجواء حارة خلال النهار لا تزال مستمر رويانا الاعتدال في درجات الحرارة ما راح يكون ملحوظ إلا بعد تراجع درجات الحرارة عن الأربعين درجة مئوية وهذا الأمر ما راح يكون إلا بإذن الله مع نهاية هذا الشهر وبداية شهر عشرة نشرتنا الجوية تنتهي